هذا الفيديو سوف أشارك معكم أفضل إعدادات لوحة التحكم Nvidia Control Panel وبعض الخطوات المهمة جداً عشان تحصل على أقصى وأفضل أداء لكرت الشاشة Nvidia سلام عليكم جباب كل حلقكم إن شاء الله نكونوا بألف خير معكم أخوكم ومحمد رجال لكم اليوم مقطع ستوري ستوري جديد ستوري مجموعة الخير سيكون عن كروت الشاشة Nvidia كيف تحصل على أفضل وأقصى أداء للكرت سنزود الفريمات ونقلل مشكلة اللاك والتقطيع على كارت الشاشة Nvidia وكمان هاي الخطوات حتى لو ما عندك كارت الشاشة Nvidia في بعض الخطوات اللي راح تفيدك إن شاء الله لكارت الشاشة وتحسن أداء جهازك على الألعاب وقبل ما نبدأ جمعة الخير زي ما بتشوفوا قدامكم على هاي الصورة أغلب نسبة مشاهدين القناة للأسف مش مشتركين في القناة يعني بس بيشفون المقاطع وبروحوا ما بيشتركون فبتمنى لو تشاركوا في قناة فعلوا جرس التنبيهات وحطوا الإشعارات على الكل واللايك لهذا الفيديو طبعا يا إخوان عشان ينتشر ويوصل لأكبر عدد ممكن من الناس أول شي راح تسووه طبعا راح ننزل هون للأسفل ورح نحمل الملف المستخدم في الشرح ضروري جدا نحمل هذا الملف في إخوان نضغط على الرابط والأيقونة الزرقة ناخدنا لهذه الصفحة يا جماعة الخير وعندنا هون عدد بعد ولكن في خطوة وشغلة مهمة جدا نازم نتأكد منها هي تعريف كارت الشاشة Nvidia لتأكد أنه آخر إصدار ندخل على برنامج جي فورس إكسبرينس بعد ما تسجل مثلا الدخول راح تجي هون على خيار درايفرز وتتأكد أنه التعريف محدد لآخر إصدار هون آخر إصدار موجود عندك ضروري جدا هاي الخطوة راح نرجع يا إخوان هون وندغط على الرابط جاهز بالشكل هذا ويأخذنا لتحميل الملف حجمه صغير جدا 2.1 ميجا بايت أتمنى تطبقون الخطوة زي ما راح نسويها بالضبط في هذا الفيديو راح نضغط هون على فريق داونلود نجداز كود الكابتشا هذا ولو فتحت أي نوافد من بطقة هون سكرها وارجع للتحميل نجداز الكود نستنى تمر هاي التواني عارف أنه هاي النوافد مزعجة شوي يا إخوان ولكن بتعتبر دعم بسيط إلنا نسكرها نرجع نستنى التواني هاي حتى تمر مر التواني نضغط على Create Download Link تجهيز الرابط بيتم تجهيز الرابط زي ما أكتبكم نتأكد من حجم الملف 2.1 ميجا بايت تحسين أداء كرت انفيديا نضغط عليه بالشكل هذا وبعدها نضغط على Start عشان نحمل الملف أنا سبق وحملت الملف زي ما أكتبكم فتحت أي نوافد من بطقة حاول أنك تسكلها تحسين أداء كرت انفيديا نأتي نفك عنه الضغط عن الملف أوكي راح نلاقيه بالشكل هذا يا إخوان أول شي عدنا هذا البرنامج راح نتبته هذا البرنامج Park Control راح تشوف على حسب نسخة الويندوز زي عندك 64 أو 32 أنا مثلا عندي 64 بت أوكي هاي اغري ونكست وإنستل بعد ما نتبت البرنامج إخوان راح نيجي عند خيار بتسوم هايس بيرفورمس بروفايل هذا الخيار ونضغط هون على إنستل عشان نتبت البروفايل هذا الخاص بعد ذات الطاقة ممتاز جدا بيعطي أداء جهازك أداء رائع جدا على الإنعاب أقصى وأفضل أداء لكرت الشاشة وللمعالج كمان بعدها راح نيجي هون ونختار خيار بتسوم هايس بيرفورمس نضغط على ميك أكتف وهي الخيارات يخوان راح نخليها ديزيبل شو أدفانسد ونخلي هاي الخيارات مية بالمية كلها بعدها نضغط على أبلاي في هذا المكان ميك أكتف أبلاي ونضغط على أوكي بعدها يخوان نروح للخطوة الثانية نيجي عند خيار سيستيم ريستور بوينت راح ننشئ نقطة استعادة لو بدك يعني تنشئ نقطة استعادة جس إن كيس بس ممكن صير في خطوة انت ما بدك ياه أو شيء عشان تنشئ نقطة استعادة راح تجي عند خيار لوكال سي سيستيم كون فيجير هون تختار خيار الأول هون تخليه أربعة أو خمسة بالمية وتضغط على أبلاي تضغط على أوكي بعدها كرييت راح نسميها مثلا انفيديا عشان لو بدك تترجع جهازك زي ما كان قبل ما تسوي أي خطوة تقدر ترجع بسهولة يتم إنشاء نقطة استعادة يخوان ثاني تم إنشاءها close وأوكي لو بدك ترجع لها سهل جدا الموضوع تضغط مرة تانية وتضغط على system restore تختار هذا الخيار next وهيها نقطة الاستعادة تضغط على next finish ورح يرسط للجهاز ويرجع كل شيء زي ما كان قبل ما تسوي أي خطوة اللي بعدها transparency effects هذا الخيار مهم جدا أنك تسكروا بياكل من الرامات وبياكل من موارد كارت الشاشة الجهاز ككل اللي بعده disable visual effects تلاقي خيار أول رح تختار الخيار الثالث وتيجي هون تختار خيار show thumbnails instead of icons بعدها smooth edge of screen fonts بعدها apply وبعدها ok اللي بعده هذا الخيار رح تلاقي شغال fix scaling for amps طفي هذا الخيار بعدها remove background amps البرامج اللي بتشغل على الخلفية هالبرامج بتشغل على الخلفية وبتبطئ من أداء الجهاز سواء في الألعاب أو حتى استخدامك العادي يسكرها كلها من هون هذا الخيار disable power territory نضغط عليه ضغطتين yes و ok اللي بعده والأداة هاي نضغط عليها كليكي من run as administrator ونيجي هون ندور على كارت الشاشة انفيديا GTX 1050 Ti نقشر هون ونختار هاي في هذا المكان ونضغط على apply هون تختار كارت الشاشة الخاص بكنتا اسمه تقشر هون MSI هاي في هذا المكان و apply ونطلع بهذا الشكل هسا يخوان رح نروح عند كارت الشاشة انفيديا نفتح لوحة التحكم انفيديا control panel اللي رح تسوي هسا يخوان رح تبقى الخطوات هون زي ما رح تسويها انا بالضبط اول خيار تختار هذا الخيار وتضغط على apply الخيار اللي بعده هاي الاعدادات يخوان نفسها رح تحاول انه تختارها على الكارت الخيارات هاي انا ضبطت معايا شخصيا فبنصح انك تجرب هاي الخيارات ونشوف رح تتبط معاك وتشتغل معاك ولا لا المهم هاي الخيارات انا اشتغلت معايا بشكل كوي جدا نوع الكارت عندي GTX 1050 Ti والاعدادات هاي ضبطت معايا بصراحة بشكل جيد في الانعاب رح تختار اول واحد Ambient Occlusion كل هاي الخيارات رح تختار زي ما انا حاطتها تقدر تاخد لها الصورة او توقف الفيديو واختار نفس هاي الاعدادات كل هاي الخيارات يخوان هون ننزل الاسفل نجي عند خيار Low Latency Mood نتأكد انه Ultra هذا الخيار يا اخوان ضروري جدا هذا الخيار Low Latency Mood خليه Ultra هاي الخيارات تختار وتحطها زي ما هي حاليا هون هون رح تختار نفس كارت الشاشة الخاص بك Prefer maximum performance هاي الخيارات زي ما كنتم خليها زي ما انا حاطتها هون بعدها نضغط على apply بهذا الشكل الخيار اللي بعده يا اخوان configure physics هون تقدر تختار كارت الشاشة او المعالج تختار كارت الشاشة احسن شيء وتضغط بعدها على apply وتيجي عن خيار program settings بالنسبة لهذا الخيار تيجي هون تضغط على add وهون تقدر تضيف اي لعبة موجودة عندك على الجهان ستقدر تضيفها لهذا المكان مثلا رح اضيف لعبة PUBG Steam Add selected program ومن هذا المكان تقدر تختار لها اعدادات منفصلة اعدادات مخصصة تخصص لها اعدادات لحالها لعبة برنامج تطبيق اي شيء تقدر تضيفه لهون google chrome تقدر تضيف اي برنامج وتخصص له اعدادات منفصلة احنا نجي رح نسوي اخوان رح نضيف خيارين مهمين جدا على windows عشان نحسن اداء الجهاز الممكن لكم على الالعاب وعلى الاستخدام العادي رح نيجي هون task manager لما نيجي عن task manager يخوان رح نيجي عن خيار details وننزل هون عند خيار explorer.exe الاكسبلورر يخوان هو العقل المدبر للويندوز اللي بيتحكم في جميع الخيارات والخطوات اللي بيتسوي على الويندوز زي خيار الفايل manager اللي بيكون على موبايلات الاندرويد يخوان على سبيل المثال تقدر تيجي هون تضغط على end task ورح تشوف اللي رح يصير في الجهاز رح يوقف كل شيء ورح تصير الشاشة ضبابية قدامك عشان هذا الخيار هو اللي بيتحكم في الجهاز والويندوز من الكامل لو طفيته ما رح يصير شيء ولكن رح تضطر انك تعي تشغيل الجهاز من زر الجهاز والكمبيوتر لكن ما رح يصير اي شيء لا تخاف على الجهاز انا عشان بصور فما بقدر حاليا رسة الجهاز انا بس بقول لكم عشان تتأكد من اهمية هذا الخيار تقدر تطفيه من هون وتشوف اللي رح يصير على الجهاز لا تخاف ما رح يصير اي شيء ولكن رح تظهر يعني شاشة ضبابية بتقولك انه ما بنقدر نسوي اي شيء في الجهاز اضغط على ريستارت وراح يرسط الجهاز ويشتغل ويرجع كل شيء زي مكان اللي رح نسويه احنا الاكس بلورر هذا يخوان ولولو احطوا كتير رسائل بتظهر زي ما رح تشوفوا قدامكم على هاي الصورة بتقولك انه كرش الاكس بلورر الجهاز بيوقف اللي رح نسويه جمعة الخير احنا رح نرجع لأعدادة نفيديا ونجح نضيفه لهذا المكان ونخصص له خيارين مهمين جدا يخوان نجح هون نضغط على براوز ورح ندور على هذا الفايل اكس بلورر من وين رح نجيبه رح اوريكم يخوان رح تروح على الديسك السي وتيجي عند خيار ويندوز وتنزل الاسفل هون تدور عليه هايو اكس بلورر دوت اي اكس اي نضغط عليه ضغطتين هايو نضاف هون يخوان رح ننزل ونغيى خيارات الطاقة الباور رح نعطيه اقصى طاقة عشان ما يضل يكرش ويصير سريع جدا في اداءه بريفير ماكسيموم بيرفورمانس يعني نعطيه اداء وبرفورمانس خيار واحد بس يخوان نضغط هون على ابلاي لتغير اي شيء تاني هذا الخيار بس ياس فهذا المكان اوكي بعدها نفس الشيء رح نسويه لهذا الخيار يخوان براوز ونيجي ندور هون هاي المرة رح ندخل لخيار سيستم اتنين وتلاتين اوكي سيستم اتنين وتلاتين هايو ورح ننزل يخوان ونقدر نكتب هون دي دابليو ام هايو يخوان دي دابليو ام ونضغط على اوبن هايو ديسكتوب ويندوز ماناجر هذا الخيار يخوان كمان بيتحكم في التطبيقات وفي اداء الجهاز ممتاز جدا لو نيجي هون ادابتيف نخلي بريفير ماكسيموم بيرفورمانس ابلاي ثواني بسيطة وخلص رح نطلع هاي هي الخطوات اللي بس رح نسويها نضغط خطوة واحدة نيجي عند خيار ديس بلاي ستنينج ونيجي عند جرافيكس ستنينج نفعل هذا الخيار ضروري جدا ونفس الخطوة يخوان نضيف بها الاكسبلور في هذا المكان ويندوز ننزل للأسفل ونلاقيه هون اد نقول له هاي بيرفورمانس وسيف نوصل خطوة نضيف خيار دي دابليو ام سيستم اتنين وتلاتين وتقدر تكتب هون دي لا دي دابليو ام هايو دي دابليو ام دوت اي اكس اي اد اوبشنز هاي بيرفورمانس ونضغط على سيف تأكد انه هاد الخيار بيشتغل ولازم طبعا نترسلت الجهاز بعد ما تخلص هاي الخطوة زي ما قلتكم يا جماعة الخير لازم نتأكد من تعريف كرت الشاشة انفيديا يكون محدد لاخر اصدار درايفرز هون ورح تلاقي التعريف هون لو في تعريف جديد رح يقول لك دونلود في هذا المكان بالاخضر وتعمله تحميل ولكن هاي الخطوة والطريقة هاي ما بنصح بها يا اخوان شرح طريقة ممتازة جدا تقدر اول شيء تشيل التعريف الحالي من جذوره بالكامل ينشاله ما يضل اي بقايا اله بعدها بنحمل التعريف الجديد من الموقع الرسمي لشركة انفيديا هون يا اخوان انفيديا درايفرز في هذا المكان وبنحمل التعريف من هذا المكان جي فورس وتختار كرت الشاشة الف وخمسين تي اي الويندوز اللي عندك عشرة سيرش رح يعطيك اخر تحديد متوفر تلاتين خمسة الفين وثلاثة وعشرين دونلود هون تواني وتحمل التعريف بالشكل هذا اوكي ويبدأ تحميل التعريف ايش رح تسوي انت بتشيل التعريف الحالي من جذوره تحمل اللي جديد بعد ما تشيل التعريف ترسة الجهاز وتبت التعريف الجديد اللي حملته عشان تتجنب مشاكل لك رشان اللاك وهبوط الفريمات على الانعاب عشان لما تتب التعريف فوق تعريف قديم بيصير في تداخل في الملفات وبيخلي التعريف القديم بقايا وملفات على الويندوز بتصير غالبا مشاكل كبيرة على الانعاب ممكن اللاك والتقطيع وبتقول يا اخي جاني لاك رهيب بعد ما حددت التعريف ليش غالبا بيكون هذا هو السبب الرئيسي لهاي المشكلة وهيك ان شاء الله بندبن الحصول على افضل واقصى اداء لكرت الشاشة انفيديا على الانعاب وعلى جهازنا بدون اي مخاوف من اي ضرر على الكرت او وعمر الكرت ما بشرح اي شيء من هذا القبيل على القناة يا اخوان لايك لهذا الفيديو عشان ينتشر يوصل لأكبر عدد من الناس اهم شيء طبعا اخوان تشاركوا في قناة فعلون زر الجرس في القناة هاي راح تلاقوا شروحات مفيدة يلكم بإذن الله تسريع الكمبيوتر وتسريع الالعاب حلول لمشاكل الالعاب حلول لمشاكل الكمبيوتر بدلشي غير اودعكم على ما ان شاء الله شوفكم في مقطع اسطوري سنتوري قادم سلام عليكم ورحمة الله شكرا